نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات البداية من محافظة سهاج حيث تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية منشأة برديس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الوادي الجديد تم بدء التقدم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمان في اسماعيلية تم التسليم 8 وحدات سكنية لخريي دور رعاية الأيتام أما في قفر الشيخ فتم توريد 196 ألف طن أمح للشوان والصومة تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في السياقة التقرير محافظات مصر شهدت مبارح أخبار كثيرة في بورسعيد أعلنت المحافظة أن تم طرح 8 مدارس تشمل إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي منها مدرسة المتفوقين ببورفؤاد كما أنه تم الانتهاء من إنشاء 9 مدارس خلال العام الحالي في سهاج أعلنت المحافظة عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية منشاء برديس بمركز البلينة بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن بدء التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيتم التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية وبتستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث في الإسماعيلية أعلنت المحافظة عن تسليم 8 وحدات سكنية بأساس كامل وأجهزة كهربائية لتمانية من خريج دور رعاية الأيتام من أبناء الإسماعيلية من أجل تحسين حياة الأيتام خاصة في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن استلام 196 ألف طن أمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة وتم تخصيص 25 موقع لتجميع واستلام محصول الأمح موسم 2024 موزع على جميع أنحاء المحافظة تسهيلاً على المزارعين لتوريد الأمح في الفيوم أعلنت المحافظة عن أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن واللي بلغت 4599 طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح وتم التجديد على جميع الإدارات والجهات المعنية بضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح في الدأهلية أكدت مدرية الصحة والسكان تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت العز اتبع لمركز ميت غمر على مدار يومين وتم توقيع الكشف على 1846 حالة وتوفير العلاج بالمكان في البحر الأحمر بتستعد الموانئ لمغادرة 644 بص حج وتم فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية وتزليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام وتلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائي للظهور المشرف أثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل اشتركوا في القناة